أهلا وسهلا من جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتحدث عن كاثرين تحدث اليوم عن كاثرين بيتكوف مني كاثرين بيتكوف؟ كاثرين بيتكوف هم دولي مثل ما ذكرته عائلة بيتكوف طبعا هي كاثرين مو معناها أبو اسمها بيتكوف لا وإنما بيت بيتكوف يعني هي أصلا يعني هو الأب الكبير اسمها بيتكوف فزوجته يعني زوجته يصيحولها مثلا كاثرين بيتكوف هذا الشي حتى موجود عندنا نعتقد حاليا حتى عندنا بالعراقة أنا قاعدة لاحظة هذا الشي مرات شخص يزوج فلانا من الناس فما يقولون مثلا يعني مثلا مثلا خلينا نقول يعني على سبيل المثال زهراء نقول أبوها احتمال هي علي زهراء علي ما يقولولها زهراء علي زوجها مثلا اسمه أحمد زهراء الأحمد زهراء الفلاني يسمون المرأ باسم زوجها أو مرات الزوج يسمونه مثلا باسم باسم زوجته أنا هذا الشي هم بلاحظة بعض الأحيان أحمد الفلاني خصوصا إذا هو نسيبهم فمرات التسمية تنتقل على الزوج فهناك بالإنجليزي قديمة هم كان هيتشي يعني كاثرين بيتكوف عائلة بيتكوف هيتشي رانيا بيتكوف أحمد البيتكوف أعمى علي هذول اسم يعني يعني شلال خلينا نقول عائلتهم كلها يسمونهم بيتكوف إذن بيت بيتكوف هذولي زين إذن هنا عدنا إذن من هي كاثرين هي أم رانية أم رانية هي قوية وكانت يعني تشترك معها كانت تشترك مع زوجها تمثل القوة تمثل القوة ويا زوجها الاحترام كانت تحترمها هي روح سبنت رسبيت هي مستفع لها ثقية اكثر عمرها أكثر من أربعين سنة هم هم اكثر من أربعين سنة أكثر من أربعين سنة هي كان تكتفر التعبة خيطة على تشترك الزاق يعني ما كانت شخصية ذات تأثير قوي يعني هي شخصية كانت ليست أساسية يعني شخصية ثابتة ما لها تأثير قوي على الأحداث وإنما كانت شخصية معتدلة محترمة كانت تحترم زوجها وتلتد ملابس تقليدية فكانت إنسانة عادية طبيعية بدون تصنع وبدون تكبر وساعدت يعني كانت هي وابنتها يعني هم اللي أخفوا هم اللي أخفوا بلونشلي بالبداية لمن كان هارب وساعدوه وحاولوا يخفونه أكثر من مرة حاولوا يخفونه أكثر من مرة حتى هم شون اللي هربوا تهريب يعني زين فكانت شخصية اعتيادية هاي بالنسبة لكاثرين بيتكوف ضروري جدا ضروري جدا يتميز بين الشخصيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر